هذا وتتواصل في قطر فعليات بطولة كأس العالم لقرة القدم 2022 ومع انتهاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات تميزت مختلف المواجهات بمنافسة شرسة خلال الستة عشرة مباراة الأولى في البطولة التي انتهت إحدى عشرة منها بفوز أحد المنتخبين فيما انتهت خمس من تلك المباريات بالتعادل منافسة شرسة ومفاجآت مدوية عنوان الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 فمن بين ستة عشرة مواجهة تم خوضها انتهت إحدى عشرة منها بفوز أحد المنتخبين فيما انتهت أربع مباريات بالتعادل السلبي ومباراة واحدة بالتعادل الإيجابي المنتخبات العربية المشاركة في البطولة حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى باستثناء خسرة المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين نظيفين حيث حقق المنتخب السعودي كبرى مفاجآت المونديال حتى الآن بالفوز على منتخب الأرجنتين 2-1 كما حقق منتخبا المغرب وتونس تعادلين سلبيين أمام كرواتيا والدنمارك هذا ولم يحقق أي منتخب أفريقي الفوز في الجولة الأولى للمونديال حيث خسرت السنغال أمام هولندا بهدفين دون رد كما خسر منتخب الكاميرون أمام سويسرا بهدف نظيف وخسر أيضا المنتخب الغاني من نظيره البرتغالي بنتيجة 3-2 الجولة الأولى شهدت تسجيل 41 هدفا بمعدل هدفين ونصف الهدف في كل مباراة حيث تم إحراز 15 هدفا في الشوط الأول و26 هدفا في الشوط الثاني وشهدت الجولة احتساب تسع ضربات جزاء تم تسجيل سبع منها فيما أضع نجم بولندا روبرت ليفاندوفيسكي ضربة أمام المكسيك كما أهضر لاعب كندا ألفونسو ديفيز الضربة الأخرى أمام بلجيكا هي إذن جولة واحدة انتهت من بين عدة جولات في الطريق نحو حصد الذهب والتتويج باللقب الأغلى ترجمة نانسي قنقر